موسيقى منتصف النهار والنس بتوقيت الجزائر الثانية والنس زوالا بتوقيت القدس المختلة أهلا بكم في أخبار الظاهيرة وإلى العنوين موسيقى الجوية الجزائرية تتخلى عن زبائنها في ظروف مزرية بمطار ميتس الفرنسي وطائرات فارغة تجلب الأجوار موسيقى موسيقى تود غذائية سريعة التلف تباع على الأرصفة تستقطب جزائريين لزهد ثمنها رغم خطورتها موسيقى موسيقى وليا المقاومة الشعبية في اليمن تسيطر على قاعدة العند وفي سوريا مصرع عشرين شخصا إثر سقوط طائرة حربية تابعة لقوة النظام السوري على مدينة أريحة في ريفي إدلم موسيقى وتتابعون في النشر عين الفوارة شاهدة على تريخ مدينة الصيف ومقصد لزواله موسيقى 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 عادة طائرة جوية أو طائرة تابعة للجوية الجزائرية من نوع بوينك 737 طراز 800 السبت الماضي إلى مطار هوارب مدين من مدينة جونات من دون مسافرين كما غادرته حيث كان من المفترض أن تقل في رحلتها شبابا للمخيمات الصيفية لبعض مدن الصحراء إلا أن الطاقم الرحلة اكتشف أن طائرة أخرى تولت المهمة مصدر مسؤول في الشركة وفي تصريح لقناة الوطن الجزائرية حمل مدير العمليات الأرضية المسؤولية في هذه الفضيحة بسبب غياب التنسيق بينه وبين المصالح المختصة في جونات مستغربا أن تطل العقوبات بعض المسؤولين الصغار على غرار رئيس المحطة بينما يستثنى المسؤول الأول ممثلا في شخص مدير العمليات الأرضية ما تزال معاناة المسافرين على متن الجوية الجزائرية مستمرة آخرها فضيحة تتعلق بالأيرباس 3200 مستأجرة من شركة نوفيل أير التونسية في الرحلة رقم AH-1177 التي أصيبت بخلل فني بمدينة ميتس الفرنسية حيث بقي المسافرون علقين هناك وسط فوضى عارمة حسب ما أكده مصدر موثوق لقناة الوطن الجزائرية تقرير محمد ذلومي قراءة حمز عقون الفضيحة لا تتعلق بتأخر رحلة جوية وإنما تمس كرمة الجزائريين من قبل شركة أجنبية بتواطئ أطراف داخل الجوية الجزائرية فالعقد المبرم مع الشركة التونسية يفرض عليها تعويض الرحلة بطائرة أخرى دون تأخير إلا أنها أخلت بالعقد أمام صمت جزائري مريب 165 مسافرا جزائريا يعانون تحت رحمة شركة تونسية لم تلتزم بالعقد المبرم يزيدها ألما لمبالات الجوية الجزائرية ما جعلهم يدخلون في فوضى عارمة وصلت إلى حد تكسير بعض الممتلكات داخل المطار التابعة للشركة الجزائرية حيث تدخلت الشرطة الفرنسية واحتوى الأمر تواطئ الشركة الجزائرية لم يتوقف عند هذا الحد بل تخلت عن مسافريها رغم أن مضمون تذكرة السفر يعطيهم الحق بالإيواء في الفنادق إلى غاية إصلاح العطب أو تعويض الطائرة المعطلة بأخرى كما أن القانون الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية يمنح كل مسافرين تعويضا قدره 150 أورو عن كل ساعتين تأخير ويبقى البدير الجديد الذي تم تنصيبه على رأس الجوية الجزائرية مؤخرا مطالبا بالتدخل وحسبة المسؤولين الذين الذأبوا على مثل هذه الممارسات التي صارت وصمة في جبين شركة ما تزال مهازلها تجوب أجواء العالم أعلنت وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط أن الدخول المدرسي المقبل سيكون يوم السادس من سبتمبر الوزيرة وفي تدخل لها في ختام الندوة الجهوية لتقييم نتائج الامتحانات لولايات الشمال والهضاب العليا اعتبرت أن من بين الوسائل الكفيلة لنجاح المنظومة التربوية إجبارية الأقسام التحضيرية في التعليم الابتدائي وأضافت من غبريط أن الوزارة تتهدف من خلال تعميم الأقسام التحضيرية على مستوى مدارس الوطن إلى تجسيد مبدأ الإنصاف وتساوي فرص النجاح بين كل التلاميذ أعلن وزير الفلاحة والتنمية الرفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي من ولاية البويرة أنه سيتم تدعم قدرات تخزين مادة البطاطا على المستوى الوطني بمشاركة مؤسسات خاصة بدءا من الأسابيع القادمة الوزير شدد على ضرورة تطوير وتحسين نوعية بذور البطاطا بطريقة تضمن توفير إنتاج كاف يلبي كل احتياجات المزارعين وجاء قرار الوزارة بناء على مخاوف من عزوف الفلاحين من إنتاج مادة البطاطا بعد أن تركتهم الوزارة في مواسم سابقة يواجهون مصيرهم بسبب وفرة الإنتاج وعدم تكفل الدولة بتخزين الفائد منها مكبد الفلاحين خسائر فادحة على الرغم من تسجيل عديد الوفايات الناجمة عن تناول أغضية فاسدة على رأسها مادة الكشير إلا أن الباعة الفوضويين مصرون على عرض هذه المادة وغيرها تحت أشعة الشمس الحارقة أمام تهافت الزبائن عليها بسبب أسعارها الزهيدة لا يزال منطق البيع الفوضوي للمواد الغدائية سريعة التلف يحكم الأسواق الشعبية كشير وجبن وزبدة ومشروبات كلها تجدها مصطفة بالأسواق وتعرض تحت أشعة الشمس الحارقة في عز شهر أوت وعلى الرغم من تسجيل حالة وفيات بسبب تناول مادة الكشير الفاسد إلا أن نفس المادة لا تزال تباع على قارعة الطرقات وتجد من يشتريها ما يشجع الباع الفوضويين على مواصلة عاد المواد الغدائية سريعة التلف للبيع في الشوارع هو طمع الزبائن في توفير بعض الدنانير باقتنائها من عند هؤلاء الباعة عوض شرائها من المحلات غياب رقابة مصالح مدرية التجارة شجع حتى البعض من أصحاب المحلات على إطفاء ثلاجاتهم ليلاً لتقليص فاتورة الكهرباء أمر زاد من احتمالات الإصابة بالتسممات حتى باقتناء الأغذية من المحلات يديروا لي باتي يجيبوا يخلو لي باتي يخلوهم يطفوا الفريقو في الليل يطفوهم ونكلم يشعش الفريقو أكي معايا مش ميكوصو مش بزاف تليسي يبقى نقص أعوان الرقابة وغيابهم التام في الأسواق الفوضوية بدعوة أنهم يراقبون المحلات التجارية النظامية فقط ورميهم بالكرة في مرمى مصالح الأمن المخولة قانونيا للقضاء على التجارة الموازية سببا مباشرا في استمرار انتشار باعة الأغذية سريعة التلف في الشوارع وتسجيل حالات التسمم والوفيات الناجمة عن تناول هذه الأطعمة الفاسدة بفعل الحرارة المرتفعة في موضوع آخر أثارت مطالبة فرع منظمة العفو الدولية أمنيستي بالجزائر للوزير الأول تمرير قانون تجريم العنف ضد المرأة في مجلس الأمة حملة من الانتقادات الواسعة من قبل حقوقيين ونشطاء متسائلين عن مدى حقية هذه المنظمة بالتدخل في مثل هذه الأمور بالخير معافا مطالبة أمنيستي الجزائر للوزير الأول تمرير قانون تجريم العنف ضد المرأة وصفتها المحامية بن براهم بأنها محاولة من هذه المنظمة التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر خاصة وأن هذا القانون بحسب بن براهم يخدم أجندات معينة لمنظمات نسائية دولية موطنها فرنسا أولا أمنيستي معندها حتى دخل في الأمور الشخصية للشخص الجزائري أو العائلة الجزائرية المسلمة هي تنتمي لجهة معينة لأفقار معينة وتحمي ديانات معينة ليست الإسلام بن براهم اعتبرت أن القانون الجزائري فيه المواد الكافية التي تجرم العنف ضد المرأة وأنه أفضل من قوانين فرنسية في هذا المجال كما أن المجتمع الجزائري ليس بحاجة إلى قوانين أخرى لا ربما ستعمل على تهديم الأسرة وجر آلاف الأزواج إلى المحاكم ولكن إذا رجعنا للقانون الجزائر أو أحسن من القانون الفرنسي لأن القانون الجزائري يعاقب كل أشكال العنف سواء ضد المرأة أو ضد الرجل وكاين حتى عقوبات تكملية تمنع الأمنيستي الهنيف من حقوقه المدنية إذن اليوم نحن لا تنصية ولا رأي أمنيستي إنترنسيونال ولا شيء آخر لذلك نفهمكم بهذه أمنيستي إنترنسيونال المحامية بن براهم وصفت القائمين على منظمة أمنيستي بالمتطرفين والذين لا يحق لهم تجاوز حدودهم في مسائل حسما فيها المجتمع الجزائري أمره إذن يتزين من أفكار هذه بش هي الجي تعمر أمنيستي اللي يجمعها أنت ناس المتطرفين الجي اليوم تفرض رأيه وتطلب من الوزير الأول بش يدخل بش يرفع التجميد على قانون رايح يضر إلى أكثر من يساعدها هنا يقولون ها أقوادي في حدك فرأي المجتمع هو اللي يطلب باش هذا القانون ما يجوش لأن هذا القانون قانون خطير وخطير جدا لأن هذا القانون رايح يمس الأسرة في سلبه وريح يصل لتفكيك الأسرة النتيجة انتحها هي قضية ألاس من القضايا أنت على الطلاق رايح سوف تطرح أمام المحاكمين يبدو أن خرجة أمنيستي الأخيرة لن تلقى آدانا صاغية لدى الحكومة خاصة وأنها تضعها ضمن المنظمات التي تحاملت على الجزائر في عديد المرات بتقاريرها المغلوطة قال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية إن المبعوثة الأممية إلى ليبيا بيرنادينو ليون أشاد بالجهود الداعمة للوسطة الأممية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية بيان الخارجية الصادر أمس أوضح أن ليون أعرب في رسالة وجهها لوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبدالقادر مساهل عن شكره للحكومة الجزائرية نظير جهودها المتعلقة بالوسطة الأممية من أجل إيجاد حل سياسي في ليبيا يرمي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية كما ثمن ليون جهود الجزائر لمساهمتها في المساعي الإنسانية التي قدمتها لمنطقة غات الواقعة جنوب غرب ليبيا قالت مصادر في المقاومة اليمنية إن مقاتليها والجيش الوطني الموالي للرئيس عبدربو منصرهادي سيطر الاثنين على قاعدة العند العسكرية الاستراتيجية في محافظة لحج جنوب اليمن المصادر ذكرت لوكالة الأناظولة التركية أن المقاومة مسنودة بالجيش الوطني نفذت عملية عسكرية ضخمة بغطاء جوي من طيران التحالف العربي تكللت بالسيطرة على قاعدة العند العسكرية التي تضم قاعدة جوية ومعسكرات مختلفة الحثيون من جانبهم نفوا سقوط قاعدتهم وعتبرين أن المعارك ما تزال مستمرة في محيطها تمكنت المقاومة الشعبية في اليمن إذن من استعادة مدينة عدن من ميليشيات الحوثي فيما تم نشر ثلاثة آلاف جندي لتأمينها بالكامل ووصف عبد الملك الحوثي هذه العملية بالانتصار المحدود سندس ديرة يحترق اليمن وتحترق معه أحلام اليمنين بوطن آمن رحى الحرب تشتعل والقتال لم يتوقف هذه لم يعد وعوصف التخلف الذي تقوده المملكة السعودية أهلكت البنى التحطية دون أن يحل السلام بالبلاد أما الهدنة الإنسانية فمصيرها التقويض في كل مرة زعيم الحوثيين الذي يدير الرحى بالمقلوب هون من التقدم الذي حققته المقاومة الشعبية باستعادة عدن مرجعا ذلك إلى عطلة نخذها بعض المقاتلين لكنه أبان في الوقت نفسه عن إمكانية اللجوء إلى حل سياسي للأزمة من أي طرف عربي أو دولي محايد خطوة اعتبرها مراقبون إقرارا بالفشل العسكري لميليشيات الحوثي نظرا للتقدم الذي تحققه المقاومة الشعبية والجيش على الأرض عدن المدينة المستعدة نشر فيها حوالي ثلاثة آلاف جنديين بمعداتهم لتأمينها بشكل كامل فيما يتوقع أن يتوالى قدوم بقية أعضاء الحكومة اليمنية إلى عدن خلال الأيام القريبة بعد زيارة نائب الرئيس اليمني خالد بحاح في السياق تدور معارك طاحنة بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى من أجل اقتحام قاعدة العناد العسكرية الجوية ومعسكر اللواء الخامس عشر في محافظة أبيان جنوب البلاد أمام كل هذه التطورات هل سيجبر الجيش والمقاومة الشعبية الحوثيين وخلفائهم على العودة إلى معقلهم في جبل صعد والتخلي عن المشروع الفارسي في البلاد قال مسؤولون أمريكيون لرويترز إنهم يعتقدون أن عنصرا من المجموعات العسكرية المعارضة التي دربها الجيش الأمريكي قتل يوم الجمعة الماضي أثناء اشتباكات مع عناصر من القاعدة في سوريا المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم قالوا إنهم يعتقدون أن المسلح السوري قتل أثناء اشتباك مع أعضاء يشتبه في انتمائهم لجبهة النصر شمال سوريا يوم الجمعة وبحسب أحد المصادر فإن المعلومات أولية وفي السياق ذاته امتنعت وزارة الدفاع الأمريكية عن التعقيب لأسباب تتعلق بالعمليات الأمنية فيما لقي ملاء يقل عن عشرين شخصا مسرعهم إثر سقوط طائرة حربية تابعة لقوة النظام السوري على مدينة أريحة في ريف إدلب يأتي هذا في وقت اجتمع فيه بالعاصمة القطرية الدوحة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نضرائه بدول مجلس التعاون الخليجي لبحث عديد الملفات على رأسها الأزمة السورية حنان جبار يبدو أن قدر السوريين مع الموت قصفا من قوات النظام السوري بات حتما مقضيا فالبراميل المتفجرة تتسقط يوما بعد آخر على مدن وبلدات ريف إدلب لتستهدف مرة أخرى إحدى طائراته الحربية مدينة أريحة الخضاعة لسيطرة المعارضة والواقعة في ريف إدلب الغربي ما أدى إلى هلاك ما لا يقل عن عشرين مدنيا وإصابة العشرات جهة أخرى اجتمع اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نضرائه بدون مجلس التعاون الخليجي من أجل بحث حل للأزمة السورية اجتماع الدوحة يكتسي أهمية بالغة حيث يعرف حضور وزير خارجية روسيا الذي تعتبر بلاده الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد كما يناقش الاجتماع كذلك الاتفاق حول الملف النوبي الذي أبرم مع طهران مؤخرا من أجل محاولة تبديل مخاوف دون مجلس التعاون الخليجي في سياق متصل أعلن النائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن بلاده على أتم الاستعداد لأن تكون عاملا أساسيا في التحالف الأقليمي دعمت المبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا المجال ميدانيا قصفت المعارضة السورية بالمدفعية مواقع للقوات الحكومية التي شنت هجوما معاكسا على سهل الغاب بريف حماه وذلك بعد معارك عنف شارك فيها بكثافة سلاح الطيران هذا وقد أعلنت مصادر إعلامية أن واشنطن سمحت لحلفائها بشن غارات جوية للدفاع عن مقاتلية المعارضة الذين دربهم الجيش الأمريكي للتصدي لأي مهاجمين حتى وإن كانوا من القوات الحكومية قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية وانج يي سيبدأ يوم السبت جولة تشمل ثلاثة دول إفريقية متضررة من فيروس إيبولا القاتل وأوضح البيان أن جولة وانج ستستغرق ثلاثة أيام وتشمل سيراليون لبيريا وغينيا دون ذكر فحو هذه الزيارة وكانت بيجين قد أرسلت مئات العاملين الطبيين إلى القارة السمراء وقدمت معونات بقيمة 120 مليون دولار لدعم مساعي مكافحة الوباء سجلت بورصة أثنى هبوطا فاق 23 أو 23 بالمئة عقب إغلاق استمر خمسة أسابيع بعد فرض الحكومة قيودا على حركة رؤوس المال في الداخل تفاصيل أكثر حول الموضوع مع سارة جماس سجلت البورصة اليونانية تراجعا حدنا اليوم بعد إغلاقها على مدى خمسة أسابيع نتيجة القيود الرأسمالية التي فرضتها الحكومة اليونانية لوقف تدفق اليورو إلى خارج البلاد المؤشر الرئيسي للبورصة نزل نحو 23 بالمئة خلال تعاملات الصباحية ونزل معه سهم البنك الوطني اليوناني أكبر بنك تجاري في البلاد بنسبة 30 بالمئة كما تراجع مؤشر البنوك بالحد الأخصى المسموح به مدير الهيئة لتنظيم سوق الأوراق المالية في اليونان صرح أن أثناء ستمدد حضرا لبيع الأسهم على المكشوف تم تطبيقه حين فرضت القيود الرأسمالية في 29 من الجوان الماضي وانتهى سريانه صباح اليوم كما توقع محللون وقوع خسائر كبيرة خلال اليوم الأول من التداول بعد إغلاق البرصة لمدة الشهر أن الحكومة فرضت قيودا معينة على البورصة والمستثمرين الذين لديهم أموال في البنوك اليونانية يمكنهم شراء الأسهم بأموال من خارج البلاد فقط أو بالدفع نقدا مما جعل العديد من اليونانيين يسحبون المليارات من اليورو من حسابتهم بسبب انتشار المخاوف من انهيار البنوك هذا ويشار إلى أن إعادة التداول ببرصة اليونان جاء بعد أيام من عقد ممثل الاتحاد الأوروبي وسندوق النقد الدولي أول جولة مفاوضات مع المسؤولين اليونانيين لإتمام تفاصيل حزمة إنقاذ ثالثة مدتها ثلاث سنوات وستحصل أثنى بمجبها على 94 مليار دولار من الدائنين الدوليين مقابل تطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة أخبار دولية أخرى في هذه المختصرات أشهد الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون مساء الاثنين بخطة الرئيس الأمريكي بارك أوباما لمواجهة الغازات المسببة للاحتباس الحراري المنبعثة من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم قائلا إن هناك حاجة إلى تلك القيادة الملهمة قبل المفاوضات حول اتفاق شامل بشأن تغيير المناخ قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت اليوم الثلاثة إن أستراليا ستنفق 64.9 مليار دولار أمريكي على بناء سفن وغوصات لقوتها البحرية على مدى العشرين عامين القادمة وقال إن برنامجين لبناء سفن للبحرية سيجري تقديم موعدهما لضمان بناء محلي مستمر للسفن الحربية وأبلغ أبوت الصحفيين بأن بلاده لن تكتفي ببناء سفن بل أن يكون لديها أسطول تبنيه في أستراليا قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثة إن وزير الخارجية وانجي سيبدأ السبت القادم جولة تستغرق ثلاثة أيام إلى سيراليون وليبيريا وغينيا وهي الدول الأكثر تضرر من تفشي فيروس الإبولال قاتل وتعد الصين أكبر شريك تجاري لإفريقيا حيث استثمرت الكثير من شركتها الكبيرة في أفريقيا لاستغلال الموارد الطبيعية في القرى مما ساهم في النمو الاقتصادي للأملاق الأسيوي على مدى العقدين الماضيين انتشر حارق هائل في أراضي يضربها الجفاف بشمال كاليفورنيا بالولاية المتحدة الأمريكية بسرعة شديدة لليوم السادس فيما توسعت عملية الإجلاء وبدأ رجال الإطفاء في السيطرة بعض الشيء على النيران ودمرت النيران التي أطلق عليها اسم روكي فاير أكثر من خمسين مبنى منذ أن نشبت الأسبوع الماضي في الأودية الضيقة والسفوح على طول سلاسل ساحل شمال كاليفورنيا واستعرض في مطلع هذا الأسبوع تعد عين الفوارة معلما تاريخيا وموقعا سياحيا هاما يستقطب الزائرين يوميا نظرا لموقعه الذي يتوسط قلب المدينة فضلا عن مائها العذب الذي يستهوي كل من يزور المكان مرسلنا من سطيف محمد فاروق طوالبيا عين الفوارة الكائنة بشارع الاستقلال بقلب مدينة الصيف معلم تاريخي وموقع سياحي هام بالولاية يستقطب مختلف الزائرين يوميا من مناطق كثيرة نظرا لعذوبة الماء المتدفق من مجاري النافورة الحجرية التي تتوسط المكان عين فوارة مكان تاريخي يقصد زوار من المدن المجاورة والولايات الأخرى هذا المعلم تاريخي معلم رمزي في ويليت سطيف هلا تواترت الروايات التاريخية في أن سبب إنشاء النافورة التي يعلوها التمثال الحجري هو وجود المصلين لأجل الوضوء بالمكان وقت صلاة الفجر لقربها من المسجد العتيق بالشارع ذاته فأزعج ذلك الحاكم الفرنسي فجاءته فكرة وضع تمثال خادش للحياء منعا لوجود الناس في المكان كان ذلك عام 1898 عين فوارة معروفة في سطيف ويزور مدين سطيف ويزور عين فوارة كأنه مجاش لها نحبو نحن نجي من فلاصة بعيدة وحبنا نجوزولها نشرب من المهبل عاودوا نوالي وإن شاء الله المدين سطيف المذيئة عين فوارة حاجة مليحة يقول لكم مهالي شربا يعودوا الليلة وصافي بليزير حاجة مليحة لهوامليح المامليح حاجة مليحة تعجبنا كل عام وما ننزوره نجوه هنا احنا ملوهران وما نجي للشرق نجي لقنجي العين فوارة هنا هذه حاجة مليحة وصافي بليزير مدى بينا قاعد لزارجيريان يجو يشوفوا هاد البلاس يبقى إقبال الناس على المكان لأجل مائه العذب السائغ شرابه معتقدين أن كل من ارتشف من عين الفوارة سيعود لها يوما محمد فاروق طولبية قناة الوطن الجزائرية من ولاية سطيف وهناك أسطورة تقول بأن من تذوق مياه الفوارة العذبة حتما سيعود إليها نهاية النشرة وتذكير بأبرز العنوين الجوية الجزائرية تتخلى عن زبائلها في ظروف مزرية بمطار ميتس الفرنسي وطائرات فارغة تجوب الأدوار موسيقى أود غذائية سريعة التلف تباع على الأرصفة تستقطب جزائريين لزهد ثمنها رغم خطورتها موسيقى وليا المقاومة الشعبية في اليمن تفيطر على قاعدة العند وفي سوريا مصر وعشرين شخصا إطرى سقوط طائرة حربية تابعة لقوات النظام السوري على مدينة أريحة في ريف إدلب موسيقى وتتابعون وتابعتم في النشرة عين الفوارة شاهدة على تاريخ مدينة اسطيف ومقصد لزنوان موسيقى تحية لكم جميعا والسلام موسيقى موسيقى